التحالف العربية الذي تقوده المملكة العربية السعودية باغة الحوثيين فجر هذا اليوم بضربات مؤثرة ودقيقة للغاية وهذه الضربات طبعا كلها صارت في العاصمة اليمنية صنعاء وضربات هي جاءت هذه المرة ضد مواقع خاصة ومخازن خاصة وسرية للغاية وذات قيمة عالية بالنسبة للحوثيين يتواجد فيها بشكل مباشر الصواريخ الباليستية وهم حاطها أصلا في مواقع تابعة للمدنيين وهذا يفسر طبيعة الضربة لماذا جاءت هي الفجر والحوثيين يعتمدون هذه الطريقة في عملية هذه المخازن السرية أن تتواجد بين المدنيين في مواقع بها المدنيين عادة لكي يتفادوا طبيعة مثل هذه الضربات ولكن هذه الضربات كانت فعلا مؤثرة للغاية وضربت المستودعات بشكل مباشر وهذا طبعا أمامكم هنا بهذا الاتجاه هي العاصمة اليمنية صنعاء الضربات جاءت ضد حي أو منطقة ذهبان بهذه النقطة وكذلك ضد حي الأعناب بهذا الاتجاه الذي ترونه وكذلك الضربة أيضا طالت مكان مهم جدا بالنسبة للحوثيين اللي هو مطار صنعاء الدولي محيط مطار صنعاء الدولي هو الذي ضرب أيضا بكثافة فجر هذا اليوم تقريبا ساعة 2.12 دقيقة مباشرة أعلن بشكل رسمي عن طبيعة هذه الضربات وقيام بهذه الضربات من قبل المملكة العربية السعودية ولكن قبل هذه الضربات أصلا السعودية أعلنت بأن الحوثيين اتخذوا من مطار صنعاء الدولي حولوا إلى قاعدة عسكرية وحولوا إلى ثكنة عسكرية مباشرة بعد ساعات قليلة تمت هذه الضربات في الفجر وطبعا هذه الضربات جاءت بهذا الشكل إذا ما نرى من طبيعة الفيديوهات التي جاءت والتي توضح بأنها جاءت على ما يبدو من ذهبان أو حتى من حي الأعناب اللي موجود طبعا في العاصمة اليمنية صنعاء كما تلاحظون هذا الانفجار والانتشار بهذا الشكل في الأجواء وطبيعة الانفجارات المتزايدة توضح بأنها مخازن للسلاح واضحة تماما تستمر بالتفجيرات بطبيعة الحال وبعدها تنفجر بشكل مستمر بهذا الشكل وبعدها تعود مرة ثانية بهذا الشكل لتوضح تماما بأنها مخازن مهمة جدا فيها أسلحة مهمة ومؤثرة بالنسبة للحوثيين ضربت بهذا الشكل وبالحديث عن مطار صنعاء الدولي الآن اللي يقولون السعوديين بطبيعة هذه التصريحات التي جاءت قبل هذه الضربات قالوا بأن هذا المطار الآن يستخدم في العمليات التي تحدث بالنسبة للحوثيين العابرة للحدود في إشارة واضحة جدا بأن هذا المطار يعني واضح جدا بأنه استخدم قد يكون ضد نجران على سبيل المثال لو نلاحظ هذه المسافات لأن هذا المطار هو موجود شمال صنعاء لو نلاحظ هو يبعد فقط 121 كيلو متر عن الحدود حتى يدخل ويوصل إلى نجران اللي سبق أن أصلا استهدفوها في الداخل السعودي وكذلك هي تبعد تقريبا 170 كيلو مترا حتى تدخل إلى جازان كذلك الموجودة أيضا في السعودية وهذه مسافات بسيطة جدا طبعا تعتبر وكذلك ضد هذه المدينة خميس سمشيط وأبهى التي دائما ما يستهدفوها ويحاولون أن يستهدفوها الحوثين يعني تبعد تقريبا ما يقارب 350 كيلو متر مسافات بسيطة جدا بالنسبة لموقع مطار صنعاء الدولي وبالنسبة للحوثين وبالنسبة أيضا للطائرات المسيرة اللي بإيران الآن بدأت توصل مسافات الطائرات المسيرة إلى 2000 كيلو متر الآن بالنسبة للحوثين بحسب آخر التقارير تتحدث بأنه الطائرات المسيرة الخاصة بهم دا توصل إلى 1700 كيلو متر شوفوا المسافات تعتبر شيء بسيط بالنسبة لهم وبالنسبة للصواريخ الباليستية طبعا تعتبر هذه مسافات بسيطة للغاية ولكن الدفاعات السعودية دائما في المرصاد وهي تحقق نجاحات هائلة جدا ضد الهجمات التي تحدث بالصواريخ الباليستية وطبعا بيئة الطائرات المسيرة النسبة تصل تقريبا إلى 100% وحتى الفينانشل تايمز تحدثت عن طبيعة الدفاعات السعودية واهتمام المملكة العربية السعودية بعملية الاعتماد على نفسها بدلا من الاعتماد على طبيعة مزاجيات الإدارات الأمريكية المتقلبة من إدارة ترامب الدعم للسعودية من إدارة بايدن التي بدأت تسحب المنظومات الدفاعية اللي موجودة فيها الداخل السعودي الفينانشل تايمز أكدت بأن السعودية الآن تحولت إلى واحدة من أعلى الدول انفاقا على طبيعة الدفاعات الخاصة بها لأنها بدأت تريد الاعتماد على نفسها ونشرت هذا الجدول الذي ترونه اللي هو طبعا قادم من مصدر مهم جدا اللي هو معهد ستوك هوم الدولي لبحوث السلام وضعت وأكدت بأن العام الماضي على الأقل السعودي انصرفوا تقريبا 57 مليار دولار على الدفاعات الخاصة بهم والسعودية الآن هي تأتي سادس أعلى دولة في عملية الضخ والصرف على الدفاعات الخاصة بهم طبعا نلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى على العالم في عملية الصرف على دفاعاته وبالتالي السعودية أخذت هذا الرانك العالي وهذا يفسر تماما طبيعة نجاح الدفاعات السعودية رغم الهجمات الحوثية كثيرة على العنق السعودي ومحاولة استهداف المشآت النفطية وطبعا هذا التصعيد السعودي هو أيضا يتزامن مع طبيعة ما تقوم به جماعات الحوثي من محاولات للسيطرة على هذه المحافظة النفطية المهمة وهي محافظة مأرب واضح جدا نريدوني ضغطون على العاصمة صنعاء على مخازن الصواريخ الباليستية يضربون ضربات مؤثرة للغاية وبالتالي تتأثر وتتأثر جماعات الحوثي الموالية لإيران وبالتالي تتغير المعادلة بشكل واضح وبشكل كبير لتحقيق بعض التقدم ولكن هذه طبعا قبل ثلاثة أيام بحسب التقارير التي نشرت وبحسب واقع الأرض بالنسبة للحوثيين الول ستريت جيرنال أكدت بأن الحوثيين الآن نوعا ما الكفة ترجح الحوثيين في المعركة التي تجري في مأرب وأن السعودية تحاول وتكافح من أجل مساعدة الحكومة الشرعية اليمنية من أجل أن تستطيع مقاومة هذا التقدم الذي سوه بالفترة الأخيرة الحوثيين وأيضا في ظل أن إدارة بايدن يعني في مشكلة لا يس لديها قرارات ليس لديها قرار في عملية ما إذا كانوا يريدون دعم السعودية فيما يجري الآن في الداخل في مأرب تحديدا أو لا يريدون الدعم وتقديم الدعم طبعا بالنسبة لطبيعة ما يجري في مأرب وهذه طبعا أسئلة كبيرة جدا تطرح على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن السؤال الأكبر هو طبعا يقع على طبيعة وعلامات الاستفهام والتعجب على طبيعة النقاشات والمحادثات التي سمعنا عنها كثيرا بين السعودية وبين إيران والتي تستضيفها بغداد ما الذي يعني هذا التصعيد بين الطرفين بين الحوثين والسعودية بهذا الشكل هل يعني أن هذه المحادثات أصبحت في خطر أو أنها انتهت أو أصبح هناك تراجع أم هو هذا أصلا جزء من المفاوضات سنر على اليام القادمة كفيلة بالإجابة على هذا الموضوع ولكن بالكلام عن الطائرات المسيرة الخاصة بالحوثين والخطر اللي تتسوي هي بين فترة وأخرى على عدد من المستويات الآن تحقيقات جديدة وضعت برسالة وهذه التحقيقات اكتملت وضعها هذا الرجل اللي هو المندوب الدائم لإسرائيل للأمم لدى الأمم المتحدة طبعا هذا الرجل قدم رسالة كاملة بتحقيقات كاملة إلى مجلس الأمن الدولي وقدمه طبعا عن طبيعة هذه الطائرة المسيرة التي حملها بن يامين نتنياهو بهذا الشكل في يوم 25-2021 عن طبيعة هذه الطائرة اللي هاجمتهم في يوم 18-5-2021 أثناء الأزمة التي كانت تجري بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين التحقيق اللي وصلوا على هذه الطائرة وجدوها بأنها هذه الطائرة أصلا مو بس يستخدموها اليمنين الحوثيين وأنما هي نفس النوعية اللي يستخدموها الحوثيين وتحديدا أنصار الله تستخدمها الفصائل الموالية لإيران اللي موجودة في العراق والتهمة على هذه الطائرة تحديدا التي كان يحمل جناحها نتنياهو بهذا الشكل وطبعا عرضها لكثير من المسؤولين اللي زاروا أثناء محاولة تخفيف الأزمة مع الفلسطينيين أكد والاتهامات وحتى هذه التحقيقات تؤكد بأنه على أساس أن هذه الطائرة بحسب التفسيرات الإسرائيلية والتحقيقات أنه أما طارت من العراق وعبرت الأردن والأراضي الأردنية ودخلت إلى شمال إسرائيل وسقطت أو أنها انطلقت من الداخل السوري مباشرة على إسرائيل وأسقطوها وهذه الطائرة طبعا هما بحسب التحقيقات وضعوا لها الاسم اللي هو K-A-S-O-4 هذا هو الاسم الذي وضع في طبيعة الكتاب اللي تقدم إلى مجلس الأمن الدولي وأكدوا بأن هذه الطائرة هي تابعة إلى هذه الشركة اللي هي KIPAS أو K-I-P-A-S هي طبعا شركة لصناعة طائرات المسيرة إيرانية بحتة فبالتالي واضح جدا إذا فنظرنا إلى قضية العراق وبأن العراق مرتبط بهذه القضية فمعناتها أنه يوضحونه يريدون التوضيح بأن الطائرة المسيرة بـ 18-5-2021 هي جتي من الداخل العراقي على الداخل الإسرائيلي وهذه طبعا الشركة إذا ما ردنا نلقي نظرة عليها لشركة KIPAS أو K-I-P-A-S هذه الشركة طبعا عاقبتها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة في يوم 29-10-2021 ردا على طبيعة الهجمة اللي صارت على قاعدة التنف بكل تأكيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر